فيه إيه؟ لا عادي، كنت هقولك إن عذرتك في كل اللي عملتي معي الفترة اللي فاتت حست بالغيرة والغل اللي كنت شايلهملي بسبب معاملة مريم لي عرفت إن عدم وجود أمك في حياتك لفترة ممكن يعمل فيك إيه ويحسسك بإيه؟ إيه الكلام الفرغ اللي أنت بتقولي ده؟ كل الموضوع إنك كنت سايباني في أهم يوم في حياتي عشان تقضي بك أند في الجونة أنا مكنت شواخدة بالي تصدقي؟ لحد ما تقاليتلي في وشي أمي زياد قالتلي كده؟ آه قالتلي كده، وققيتلي إن الكلام ده مفوش حاجة تزعل، طبيعي يعني واحدة قدامها تبقى مع بنتها يومين حلوين؟ ولا مع البنت اللي بتعطف عليها، هتختار مين يعني؟ أنا باعطف عليكي، أنت بنتي بلا بنتك بلا الكلام ده بقى، أنا كنت مجرد استبني ليكي لحد ما بنتك الحقيقية رجعتلك قطر خيرك؟ أنا ماشي يا حفيد، ده بيتك أنا اللي هي مكان هنا، ولا اللي هي مكان في حياة زياد أنا مكاني في بيت أمي، وهارجع له دلوقتي على فكرة أنا مزد علانة يا مريم، أنت هتفضلي زي أمي برضو زي أمي؟ آه زي أمي وطمرة رغم كل اللي عملته معي، هتفضل زي أختي بس أنا مش هقود هنا، مش هقود ثانية بعد اللي شفته مريم، أنا على قد الحلو اللي شفته منك في حياتي على قد ما تقهرت بسببك وبسبب طمرة مريم، أنا لو في إيدي أختاري أني عمري ما كنت أعرفتك ولا قابلتك كنت أعملت كده على قل كنت أبقى راضي بعيشتي وعيشت أهلي وتو شويتوني وكسرتوا نفسي كسرة مش هنساها عمري كرة حتى دلوقتي لها بقى محصلة لعيشة دي ولا دي أنت لو كنتي بنتي وبتخافي علي كنت رديتي علي كنتي وقفتها عند حدا، كنتي دفعتها عن أمك اللي حصل إني تواجعت، ما عرفتش هرد